من باريس أرحب بنصر زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جينيف للدراسات أستاذ ناصر ألانو مرحبا بك يعني اليوم تطور ربما على مستوى التصريحات لكن الواضح أنه لازلت حالة التناقض بين موسكو وواشنطن الحشد مستمر والإصرار من جانب موسكو أنه لا توجد أي نية للغزو والتأكدات من واشنطن أنه الغزو وشيك نعم تحية للجميع يعني هذا التضارف في التصريحات وأيضا هذه الحالة من الغموض تجاه أي غزو روسي إلى أوكرانيا أعتقد يرجع إلى أن الطرفين يعرفون جيدا ماذا دار في المفاوضات المباشرة بين ماشنطن وموسكو وأيضا ماذا نقل الأوروبيين من رسائل بين الجانبين يعني إذا أردت الصورة بشكل تقريب هي أن روسيا تريد ضمانات واضحة بأنه لن يتم ضم أوكرانيا قد تتنازل عن شرط الضمانات المكتوبة وترضى أو تقبل باتفاق جنتلمان أجريمن بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو الناتو وواشنطن لديهم مشكلة إذا أعطوا هذه الوعود ستقوض مصدقية الناتو بالنسبة لدول أوروبا الشرقية والدول التي ستنضم إلى هنا الرسالة بالجهة الأخرى خلال دعني أقول عشر أيام إلى أن تنتهي المناورات الموجودة الآن في بيلاروسيا والقوات الروسية المنتشرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ضم أوكرانيا إلى الناتو وعدم ضم أوكرانيا إلى الناتو ستتحرك هذه القوات ما هو شكل هذا التحرك؟ هل هو غزو شامل لأوكرانيا؟ هل هو سيطر على بعض أجزاء أوكرانيا كما حدث عام 2014؟ لا أحد يعرف هذا الأمر ولكن هناك يقين لدى الأوروبيين والأمريكيين بأن التحرك العسكري سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دموماسي ولذلك دائما يقولون بأن هناك غزو عسكري هنا سؤال سيد ناصر هل أوكرانيا ستتنازل عن ما تقول أن حقها الدستوري أيضا بها الانضمان للناتو في مقابل الضمان السلام مع روسيا؟ لا أعتقد أن أوكرانيا ستتنازل عن هذا الحق على الأقل بشكل علاني الرئيس الأوكراني اليوم في مؤتمر الصحيف مع شولز جدد رغبة أوكرانيا في هذا الأمر ولكن يمكن تقدم تنازلات لحل الأزمة الحالية أن تؤجل هذه الرغبة أو أن يؤجل هذا الأمر بالنسبة لأوكرانيا خاصة أن هناك خلافات في الداخل الأوكراني لأن لديك قليم دومباس، لديك شبه جزيرة القرم ولديك أيضا الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا أو كييف كيف سيكون الأمر هنا؟ يمكن تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وفرضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو أو استبدالها باتفاق آخر أو داني أقول بمعاهدة أخرى لضمان الأمن وضمان بأن روسيا لن تعتدي على أوكرانيا بشكل أو بآخر ويمكن حل مشكلة الدومباس التي سيطر عليها مقاتلين داني أقول يتوافقون أو يتبعون إلى روسيا هنا يمكن أن تتنازل أوكرانيا عن هذا الشر من حرك هذا الأمر الآن؟ من حرك فرضية ضم أوكرانيا إلى الناتو؟ هي للولايات المتحدة بإدارة بايدن ولذلك رأينا كل هذه الفوضى يعني مشكلة أوكرانيا هي منذ السنوات ولكن تحل أو يتفاوض عليها الجميع في إطار اتفاقية مينسك والدول الأربعة الموجودة فيها نعم وهذا هو سؤالي هل اتفاقية مينسك بشكل صريح تمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو؟ يعني التمسك الروسي بالاتفاقية مينسك هنا تحديدا في قضية الناتو وانضمام أوكرانيا للناتو؟ هي لا تمنع أوكرانيا بشكل صريح ولكن دستوريا لا يحق لدولة أن تطلب الانضمام إلى الناتو طالما أن هناك خلافات داخلية وأن هناك أراضي غير مسيطرة عليها وهناك نزاعات داخلية هذا على الأقل الواضح في هذا الأمر وبالتالي روسيا تتمسك بصيغة مينسك حتى يتم التوصل إلى اتفاق داخلي يضمن هذه الصورة في الكواليس يضمن أن يصل سياسيين أو قوى مؤيدة إلى روسيا إلى الحكم أو إلى جزء من الحكم في أوكرانيا وبالتالي كسر فرضية الإجماع لأوكرانيا أو إجماع السلطة في أوكرانيا على أنهم يريدون الانضمام إلى الناتو هذا ما يفسر انضمام أو تمسك روسيا باتفاقية مينسك التي تعطيها أو تبعد أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو أيضا النقطة الثانية والسؤال الذي يجب أن نسأله إذا حلت مشكلة أوكرانيا اليوم قلنا بأن أوكرانيا سترحل إلى مينسك هل ستنتهي الأزمة بين الغرب والناتو؟ أعتقد بأنها لن تنتهي لأن لديك أيضا صراعات أخرى مثلا قضية بيلاروسيا التي اشتعلت لأشهر أو منذ أشهر لديك أيضا صراع في آسيا الوسطى كل الشريط المحيط في روسيا هو موطئ صراع الآن أيضا روسيا تطالب بسحب القوات من شرق أوروبا وأن تعود إلى صيغة أو إلى ما كانت عليه عام 97 عندما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعني هناك مطالب أيضا لروسيا غير معقولة وأيضا مطالب للناتو في تمدده في هذه المنطقة الحل الوصول إلى حل وسط يخرج منه الجميع بصيغة المنتصر هذا الحل الوسط تحاول فرنسا وألمانيا أن تنجزه بين الطرفين ولكن لازمنا في إطار العناد الروسي الأمريكي يعني الولايات المتحدة تعول عن أن روسيا ستخشى العقوبات والعزلة الدولية وروسيا تعول على أن الولايات المتحدة ستخشى ضغط الأوروبيين الذين سيدخلون في مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة جدا إذا حدثت مشكلة في أوكرانيا خاصة أمن الطاقة والغاز نشكرك على هذا التحديل الشامل أستاذ ناصر زهير وانت رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف لأدراسات شكرا جزيلا لك